السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله طيبين في هذا الفيديو راح نتناول موضوع أعطال السلاح وأيضا راح يكون التسليط الضوء على الأعطال الأكثر شيوعا في أعطال كثيرة بس راح نتطرق في هذا الفيديو إلى الأعطال الأكثر شيوعا وطريقة التعامل معه في عندنا العطل الأول اللي هو فشل عملية الأطلاق العطل هذا يكون عند ضغط الزناد ويقوم السيل بتحرير المطرقة ثم تقوم الأبرة بضرب الخطوشة ولكن لا تحدث عملية الإطلاق قد يكون السبب عطل في رصاص نفسها في الصاعق قد تكون الرصاص ذات مواصفات رديئة قد تكون أبرة الإطلاق خفيفة فلذلك ليست بالقوة الكافية لضرب الصاعق الرصاص طيب راح يكون عندنا مثل هنا طريقة التعامل معها زي منتم شايفين في الفيديو قام بالتصوير قام بالضغط ولكن لم يحدث أي عملية إطلاق فلذلك طريقة التعامل معها نضرب المشط ثم نقوم بسحب الأقسام العلوية ثم نكمل المهمة طيب العطل الثاني هو عدم ارتداد الأقسام العلوية بالكامل والمقصود فيها عند عملية الرماية نلاحظ أن السلايد أو الأقسام العلوية لم تقم بالرجوع إلى موقعها الأصلي أو للموقع الفعلي طيب إيش الأسباب اللي تؤدي إلى عدم رجوع الأقسام العلوية إلى مكانها الطبيعي عادة يكون بسبع عدن تنضيب السلاح تراكم الأوساخ ديقد تكون الأقسام أيضا مضغوطة جدا زي سلاح الـ 1911 زي مواضح عندكم هنا بعد أثناء الرماية نلاحظ أن السلايد ما رجل إلى مكانه الطبيعي طيب كيف تعمل مع هذا العطل زي مواضح عندكم في الفيديو بعملية التصوير لاحظ أن السلايد ما رجل إلى مكانها الطبيعي يضربه من الخلف بعدها يكمل المهم طيب العطل الثالث تسمى التغذية المزدوجة ميش التغذية المزدوجة زي مواضح عندكم في الصورة محاولة دخول رصاصتين من المخزن إلى حجرة الأطلاق في نفس الوقت أو يكون فيه عطل في النتاش بحيث أنه لم يكن بإزالة المظروف الأول وقام بإدخال رصاصة أخرى إلى حجرة الأطلاق هذه الأسباب طيب كيف طريقة التعامل مع هذا العطل زي مواضح عندكم في الفيديو قام بعملية تقفال الجزء العلوي اللي هو السلايد بعدها نفك المخزن ونسحب السلايد ثلاث مرات التأكيد بعدها نقوم بارجع المخزن نسحب السلايد بعدها نكمل المهمة طيب عندنا العطل الرابع يسمى عطل انبوب الموقع ليس سمي بالطريقة هذه هذا العطل يكون عادة بالشكل هذا يكون المظروف بالشكل هذا سببه أيضا يكون الرصاص ذات جودة سيئة أو ضعيفة بحيث أنه ما يكون عندها القدرة الكافية لدفع الأقسام العلوية إلى الخلف ليتم اخراج المظروف بالكامل ومن ثم أخذ رصاصة أخرى إلى حجرة الإطلاق وسمي بستوف بايب اللي هو عطل انبوب الموقد زي هو واضح عندكم في الصورة هنا نسبة إلى هذا الموقد أو الدفاية أو إلى ذلك كيف نتعامل مع العطل هذا زي هو واضح عندكم الفيديو ناري ما يلاحظ في عنده العطل استخدم يده بعدين طلع المظروف طيب قد يتساءل بعض بيقول ليش ما قم بعملية سحب الأقسام كاملة وريح نفسي تقدر تسويه بس انتعارف انه وقت سحب السلايد راح تفقد رصاصة حية أخرى يعني ما بيطلع معك بس المظروف الفارغ لا راح تطلع معها طلقة أخرى فلذلك طلوع طلقة حية هذه خاصة مهمة في عملية المسابقات عندي رجال آمن أيضا في الجيش ما تبغت انك تخسر رصاصات إضافية لكن في حالة واحدة تقدر تسوي الموضوع هذا اللي هو سحب الأقسام إذا كان المظروف بشكل طولي وجانبي ما تقدر تستخدم الطريقة السابقة زي ما هو عندنا في الشكل هذا شوف بالشكل الجانبي ما تقدر انك طلع لا من فوق ولا من تحت فلذلك تستخدم سحب الأقسام كاملة زي ما واضح لكم في الفيديو كيف قام بساح الأقسام هل يبغت أن المظروف طلع ما هارسل صحي ونثم أكمل المهم فهذه هي الأعطاء الأكثر انتشارا في مسدسات السيميوتو أتمنى أني وصلت للمعلومة أو أي استفسار أو أي أسئلة تعليقات اكتبوها لي في الكومنت تحت وإن شاء الله نقوم بالرد عليكم في حفظ الله على رائد